السلام عليكم اليوم سنتعرف عن ما هو الصديد في الحلق الصديد هو عبارة عن جيوب تقيحية وقيح موجود في الحلق واللوزتين بسبب عدوى بكتيرية وفيروسية طبعا عدم تلقي العلاج بيؤدي إلى ظهور الإفرازات والتقيح الأبيض طبعا من أهم الأسباب هو التهاب بكتيري لاهوائي وعدوى فيروسية 90% من التقيحات وممكن أي مشاكل بالأسنان واللثة ممكن تعمل التهابات تقيحية بالإضافة إلى بعض الممارسات الخاطئة مثل التدخين وجفاف الحلق والتنفس عن طريق الحلق ممكن كمان بعض أنواع أمراض السرطانية والغدد اللنفوية يعمل تقيحات في اللوزتين والحلق طبعا بالنسبة للأعراض الأعراض بتكون ألم شديد في الحلق وصعوبة بالبلع وجفاف وتورم في الغدد اللنفوية المحيطة بالرقبة وممكن رائحة كريهة من الفم ومن ثم ممكن ارتفاع في درجة الحرارة ضروري يكون خاصة إذا كان فيه التهاب بكتيري العلاج يأخذ المضادات الحيوية المناسبة والمسكنات حتى ممكن عند الطبيب يشيل التقيحات والموجودة في الحلق وبالأخير إذا ظلت المشكلة موجودة ممكن متكررة نتجأ إلى العلاج الجراحي وهو استئصال اللوزتين ولا ننسى من الأسباب أيضا اللي هي الحصوة وتكلسات الطعام الموجودة في الجيوب اللوزتين فبالتالي بتعمل حصوة والتهاب متكرر وتقيح وإن شاء الله نكون بها الفيديو اتعرفنا على ما هو الصديد ويعطيك العافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة